عادة المدربين الأجانب وسمعت الكلمة دي كتير سمعتها كتير قوي يعني قوي الجملة يعني يقولك إيه؟ يقولك عيب المدرب الأجنبي إنه بياخد موقف من اللعيبة يعني اللعيب اللي بيضايقه بياخد منه موقف بصراحة شديدة مارس الكولر مدرب شبه مثالي في التعامل مع اللعبين وإجبار اللعبين على الالتزام يعني إيه؟ تفسر بقى كريم ما تقعدش تطول الراجل ده بيرس تاو خلاه مستبعد مستبعد نص الموسم اللي فات تقريبا ليه؟ مش ملتزم مش بيتمرن كويس مش مبسوط من الدكة فرايح شوية يا بيرس تاو يعني بيرس تاو ده من أهم اللعيبة لا يرايح شوية حاجسب اللي موجود قبلها عبدالقادر قبلها كهربا قبلها طاهر محمد طاهر قبلها حسين الشحات قبلها أي لاعب أي لاعب أظهر ديء من عدم المشاركة بيريح شوية كسل في المران بيريح شوية طيب لو تفتكروا من أسبوع كده تقريبا قلت لكم بيرس تاو بيتضرب كويس قوي وملتزم كويس قوي فالراجل لما التزم واتضرب كويس جدا بدأ به النهاردة مارس الكولر أساسي فادانا نسخة رائعة من بيرس تاو نسخة المسلمين اللي فاتوا أو من المسلمين فاتوا هذه النسخة الأصلية البيرس تاو ما شغل فني بقى على شغل زهني على شغل نفسي مارس الكولر مدرب قدير وعظيم جدا في التعامل مع الفريق ككل والتعامل مع نجوم النادي الأهلي نجوم كلهم نجوم تشكيل عسية نجوم تشكيل احتياطية نجوم برق قائمة نجوم لو مدرب ما عندوش شخصية مارس الكولر كان حتى لو فنياته كويسة ما كانش الأهلي وصل لكل هذه النجاحات النهاردة الأهلي بسلاسية نظيفة في افتتاحية الموسم بيقول للقارة الأفريقية كالعادة ما زلت المرعب ما زلت الوحش ما فيش حاجة تغيرت ولو فيه حاجة تغيرت فاتغيرت للأحسن فاتغيرت للأقو لأهلي عمل أبجريد في التشكيل عمل تحديث في التشكيل تحديث حسنها أكتر الأهلي في طريقه في طريقه بشكل رائع جدا واستكمالا في حدثنا عن مارس الكولر هقولك ميزة حضراتكم أكيد شايفينها من مارس الكولر منذ توليه إدارة النادي الأهلي عملها قدام ريال مدريد عملها قدام ساندوينز عملها قدام الوداد عملها قدام أي فريق بيعملها بشكل رائع جدا الضغط الضغط العالي الضغط العالي اللي بيمرسه على المنافسين يعين المنافس بيبقى لسه طالع من الدفاع وبيشتغل وهيلعب وهيبدأ هجمة تلاقي الضغط بتاع الأهلي جامد جدا